اشتركوا في القناة والصلاة والسلام على أشرك المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد معشر الصائمين والصائمات ونحن في هذه الأيام المباركات يقول الله عز وجل في كتابه الكريم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا مما لا شك فيه أن الله سبحانه وتعالى كرم هذا الإنسان وخلقه من أجل مهمة سامية ألا وهي عبادة الله عز وجل فيقول الله عز وجل وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَاءِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا خَلَقَهُمْ إِلَّا لِهَاتِهِ الْغَايةِ النَّبِيلَةِ ولكن هذه الغاية هي إن كان تكليفاً وحقيقتها هي تشريف لهذا الإنسان لهذا الذي كرمه الله سبحانه وتعالى على من دونه من الخلائق فتشريف العبادة يكمن في تكليفه بالعبادة فالإنسان مما كلفه الله سبحانه وتعالى من الطاعات والعبادات صوم شهر رمضان الفضيل حتى لا يظن إنسان أن الله سبحانه وتعالى جعل وأراد من الصيام مشقة للنفوس بل هو جنة كما قال صلى الله عليه وسلم الصيام جنة وقال صلى الله عليه وسلم بالنسبة لصحة الإنسان صوموا تصحوا إخوة الإيمان أردنا أن نعرف هذه القيمة المعنوية وأن نعرف ماذا أراده الله سبحانه وتعالى لهذه البشرية بالصيام أولاً الصيام له حكمة ربانية خفية يعلمها الله سبحانه وتعالى ومما تعلمناه من سيرة نبوية أن الصيام هو قربة لله عز وجل وتقرب إلى الله وهو سمو الأرواح بها نشارك الملائكة في عبادتهم الذين لا يأكلون ولا يشربون ولكن لما نذهب إلى الجانب الآخر إلى مشقة العطش والجوع فنجد أن في هذا الأمر حكمة ربانية والله سبحانه وتعالى لا يريد أن يجمع على عباده عسراً بل كما صح عن رسول الله لا يجمع الله على عبد عسران فإن كان هناك في مشقة الصيام ومشقة الصيام إذا كان فيها يعني مشقة في الجوع والعطش والتعب وغير ذلك فلنعلم علم اليقين أن الله سبحانه وتعالى يعني أوجب الصيام على المستطيع فقط فلهذا قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وقال في الآية فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام الأخر انظر إلى رحمة الله عز وجل رحمة الله بعباده الله سبحانه وتعالى أمرنا بالصيام ولكن في المقابل يقول لنا يا عبادي إذا كان متقدروش تصوموا إذا كان متقدروش يعني إذا كنتم مرضى كنتم متقدمين في السن إذا كنتم مسافرين حتى السفر فالله يرفعنا هذه التكاليف فقال من أيام أخر أما بالنسبة للمرضى ونحن في هذا الشهر الفضيل نستقبل كثير من الرسائل والأسئلة من الصائمين والصائمات يعني يخافون نحن نعلم كمجتمع مسلم الناس يخافون على صيامهم يخافون أن يقعوا في المحظور فتجد الأسئلة دائماً حول هذه النقاط يا شيخ أنا مريض أنا عندي السكر أنا لا أستطيع أن الإنسان الآن يلجأ إلى الطرف الثاني وهو الطبيب المسلم الذي يعرف أحكام الصيام يلجأ إليه فإن قال لك الطبيب لا يمكن لك أن تصوم فهنا وجب عليك لا أقول بإمكانك أن تفطر بل وجب عليك أن تفطر لأن مراعاة حقوق النفس أوجب من صيام رمضان والله سبحانه وتعالى عظم حرمة الإنسان على حرمة رمضان بل على حرمة الكعبة الرسول صلى الله عليه وسلم لما نتذكر ذلك الحديث الجميل وكل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم جميلة ولما نتذكر كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يطوف عبد الله بن مسعود قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت بالكعبة الشريفة وينظر إليها ويقول ما أطيبك وما أطيب ريحك وما أعظمك وما أعظم حرمتك والرسول صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله منك فالله سبحانه وتعالى يعظم هذه الحرمة حرمة عباده المؤمنين فيرفع عنهم التكاليف إذا كان هناك ذرر يصيبهم ويصيب نفوسهم ويصيب أجسادهم فالإنسان المريض رفعت عنه تكاليف الصيام إذا كان المرض يعني مؤقتا المرض يعني كما يقول الأطباء إذا كان المرض هذا ربما عنده أجل مسمى وينتهي ثم يعود الرجل إلى صحته فقال تعالى فعدة من أيام أخر أما إذا كان المرض ملازم المرض ميؤوس من صاحبه فهنا رفع عنه الصيام ونذهب إلى قضية الفدية التي يسأل عنها الكثير الكثير من الناس فدية الصيام المريض هذا الذي لا يرجى شفاؤه كالهارم وكصاحب مرض السكر والأمراض أمراض السرطان عفان الله والمستمعين والمستمعات من هذه الأمراض فهذه الأمراض التي لا يرجى شفاؤها هنا هذا الإنسان رفعت عنه تكاليف الصيام ويجوز في حقه لا أقول يندب لا أقول يجب بل يندب في حقه وهذا من السنن الخفيفة يندب في حقه أن يخرج عن نفسه مدا أن يخرج عن نفسه مدا إذا صام رمضان ثم آتاه ثاني ولم يستطع فيندب في حقه أن يخرج مدا كما قال الفقهاء ويستحب فدية للهارم أو عطش كلاهما لم يصوم هذا قول الفقهاء الهارم هو ذلك الإنسان الذي مستحيل أن الإنسان الذي يبلغ من السن ثمانين أو تسعين أو سبعين عاما ثم يمسه الهارم وهذا مرض يصيب كبار السن مستحيل أن يصوم فهذا الإنسان إذا أراد أن يخرج هذه الفدية هو مستحب في حقه فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الطاعات وتقبل الله سيامكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة